اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من نصيب والم التابع لهجن العاصفة وقيادة مضمرة حمد براش بن غدير ياتي بتوقيت زمني مقدارة سبع دقائق ستة وثلاثين ثانية بالوفاء والتمام اما الشوط الخامس وبداية الجولة الثانية فتعلن لمسة انطراقتها المتميزة وايضا تحدياتها في هذا المساء الجميل سبع دقائق سبع وعشرين ثانية وتسع عجزاء من الثانية هو التوقيت لمسة تهانينة لهجن العاصفة والتهاني موصولة دائما لحمد بن راشد بن غدير الشوط السادس كان الموعد حاضرا مع واصيف اللي انطلقت بشعاره جن العاصفة وتأت بتوقيت زمني مقدارة سبع دقائق ثلاثة وثلاثين ثانية وست اجزاء من الثانية تهانينة لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير اما الشوط السابع فكان الموعد حاضرا مع مولع اللي ولع التنافسة هذا الشوط مع الاداء المثير سبع دقائق سبع وثلاثين ثانية وتسع عجزاء من الثانية توقيت الزمني تهانينة لهجن العاصفة والتهاني موصولة دائما لحمد بن راشد بن غدير الشوط الثامن كان الموعد حاضرا مع شاهين بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم وقيادة عمار بن مطار بن لاحج سبع دقائق ثلاثة وثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين شوط التاسع أمسنا موسي هذا الشوط من نصيب الحدود التابع لهجن العاصفة وانطلاقة حمد بن راشد بن غدير سبع دقائق ثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثانية هو توقيت الحدود تهانين لهجن العاصفة والتهاني موصولة دائما لحمد بن راشد بن غدير أما الشوط العاشر فكان الموعد حاضرا معروعة اللي صمتت حتى اللحظات الأخيرة بهذا الشعار شعار سمو الشيخ زايد بن هزاء بن زايد أنهيان وقيادة مضمرها ناجم بن علي الغيلاني سبع دقائق سبع وثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية هو توقيت روعة الشوط الحادي عشر تنطلق الشاهينية بينما موسي هذا الشوط بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براجد المكتوم وقيادة عمر بن مطر بن لاحظ سبع دقائق سبع وثلاثين ثانية بالوفاء والتمام هو توقيت الشاهينية أما الشوط الثاني عشر فكان الموعد حاضرا أيضا مع الشاهينية تضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة سبع دقائق وثلاثين ثانية وستة أجزاء من الثانية توقيتها الزمني تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براجد المكتوم والتهاني لعم المطار باللاحج الهاجري على فوز الشاهينية مع الشوط الثاني عشر الشوط الثالث عشر كانت تحدي من نصيب الخلاوي التابع لهجن العاصفة يضيف النقطة الثامنة لهذا الشعار في هذا المساء الجميل تهانينا موصولا للمضمر حمد بن راشد بن غدير سبع دقائق ستة وثلاثين ثانية وأربعة أجزاء من الثانية هو توقيت الخلاوي أما الشوط الرابع الشوط الختام يتألق سلهود بناموز هذا الشوط بشعار هجن زعبيل وقيادة راشد بن محمد بن روشد سلهود يقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها سبع دقائق واحد ثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثانية تهانينا للجميع مشاهدين متابعين الكرام في هذا المساء الجميل وهذه الأمسية أمسية اللقاية على أرضية هذا الميدان ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي إلى هنا مشاهدين متابعين الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا المساء تقبلوا تحيات الجميع فالسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى الملتقى